النادي الاهلي عنده مواجهة مهمة جداً إن شاء الله الأيام القليلة القادمة وطبعاً الفريق على تم الاستعداد لها طبعاً من مبارح كل الناس مركزة فيه ماتش الزمالك إن شاء الله اللي حتلاعب فيه المملكة العربية السعودية يوم الجمعة الجاي بإذن الرحمن وأكيد حيكون لقاء قوي جداً جداً يتناسب مع فكرة أن نحن نتكلم على قطبي كرة القدم المصرية لعيبة النادي الاهلي ابتدت من مبارح التدريبات على مرعب مختار التاج طبعاً استعداداً لهذا اللقاء في نهاية كاس مصر يوم 8 مارس تحديداً في المملكة العربية السعودية لعيبة النادي الاهلي خاضوا تدريبات استشفائية عشان يقدروا يتخلصوا من الإجهاد العضلي وبعدها عملوا تأسيمة بالكرة كمان عايزين نطمن حضراتكم على الشناوي محمد الشناوي طبعاً كابتن الفريق واصل تنفيذ برنامج التأهيلي بالجاري حول أرضية الملعب وأداء بعض الفقرات التدريبية وكمان كلام تكله طبعاً كان بيتم تحت إشراف الجهاز الطبي أكيد بنتمنى له الشفاء التام في القريب العاجل بإذن الله بص المباراة دي يعني احنا تكلمنا أن التذاكر هي ساعة مفروضة الاستاد يعني 25 ألف تقريباً التذاكر كلها خلصت أو كل التذاكر اتباعك خليني يقول لحضراتكم برضو سريعاً أسعار التذاكر فالأولى عندك 160 ريال التانية 90 التالتة 70 الرابعة 50 ريال اللي هي اللاونج 800 ريال الجاليري لاونج بألف تقريباً ريال البلاتينم لاونج بألف ومتين الأول برايم بأربعة تلاف شوية انت عملت على بقى بس حسب الإمكانيات كل واحد طبعاً يعني ده حل أي استادي يعني فأنت عندك من 50 ريال 40 ريال كمان تقدر تحضر فطبعاً 25 ألف ساعة انتهت كل التذاكر انت بتكلم عن الأهلي تتكلم عن الزمالك فأكيد أكيد ده متوقع جداً فنتمنى كل التوفي ونتمنى أن احنا نشوف مباراة فيها تنافسية شديدة وتكلل بفوز النادي الأهلي إن شاء الله كالعادة زي ما احنا متعودين